اشتركوا في القناة برغم ان هو كان ممكن اخسر الزغلولين الكلام اللي انت بتقوليه ده او الله تعالوا مع بعض نعرف ايه حكاية الزغلولين دول وهقول لكم برضو تجربتي معهم على الشأن تعرفوا وتتعلموا ازاي تتصرفوا لما تقابلوا موقف زي ده خصوصا فصل الحار طبعا كلنا شفنا الزغلولين دول الزغلولين دول يا جماعة كنت ممكن اخسر فيهم منهم الزغلول بغلطة حال اللي ابنا بيعملها الزغلطة دي يا جماعة هنشوفها مع بعض دلوقتي وهنتعلم من بعض ازاي نتصرف في موقف زي ده لو صدفنا عند الحر خصوصا في فترة الحر الشديدة اللي احنا فيها دلوقتي دي اقول لكم دلوقتي ايه الزغلطة اللي ممكن تقعوا فيها وانا شخصين برضو ساعات بقعة فيها لهم ماخدتش بالي وتابعت زي ما قلت لكم ان اهم حاجة المتابعة اهم من الاكل والشيء بس في شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها علشان لو ماخدتش بالي منها ممكن برضو اخسر الزغلول ده خلص يار الله تعالوا مع بعض نتصرف متابع هنعمل ايه في الموقف ده لو شفناه او لو صدفناه يلا يا ريك ما تنسينيش من الله بصوا بقى الزغلولين دول يا ريك تركزوا كده معي عشان نعرف حكاية الزغلولين دول جماعة الزغلولين دول هو ملاحظين الزغلول ده الكبير ده طالح كده بقاله حوالي يوم الزغلول التاني ده بقى هقول لكم قصوته دلوقتي وهقول لكم الغلطة اللي قدت ان انا فعلا كنت ممكن اخسر الزغلول ده لو ما ان انا شفته برضو صدفة كده وانا بتابع فهقول لكم الغلطة اللي انا عملتها علشان برضو تتجنبوها وما تقعوش فيها او لو وجهتوا مشكلة زي دي تعمله فيها ايه بالزبط ويريد تهتموا بجد بالله عليكم وزي ما بقول لكم ايه المتابعة طيب الزغلول ده يا جماعة كانت تاني زي ما انتم شفتوه ده بسم الله ما شاء الله تقريبا كده طالع من مبارح لان احنا هنا في اخر النهار فالزغلول التاني ده تقريبا طالع من مبارح برضو اخر النهار فكان التاني ده يا دوبك كاسر البيضة زي ما انتم شايفين كده نائر البيضة لكن يعني بسم الله ما شاء الله نشايفها بينقرب من ار وكده بيحرك في من ار فالبقى المشكلة في ايه المشكلة في ان انتم زي ما انتم شايفين كده الاشرة البيضة اللي هي بصوا الاشرة الرؤية دي اللي هي بين اشرة البيضة نفسها وبين الزغلول دي بصوا تقريبا كده نشفة المفروض تبقى يعني فيها كده ايه زلال او رطبة بتبقى فيها مادة زلالية هي اللي بتخلي ايه الزغلول يقوى ان هو يكسر البيضة ويخرج منها بمنتهى السهولة المادة الزلالية دي يعني بتساعد الزغلول ان هو يخرج من البيضة فتقريبا كده طبعا من الحر الشديد فالبيضة محتاجة ان هي تترطب فطبعا زي ما اقول لكم هقول لكم دلوقتي على الغلطة اللي انا عملتها بس في الاول خلينا ننقذ الزغلول ده او ننقذ حياة الزغلول ده فانا عملت كالقاتي ابتديت اقشر للزغلول وطالما انا بقشر للزغلول اخلي بالي من حاجة مهمة لو انا بقشر للزغلول بقشر من الحتة اللي هي المدببة مش الحتة العريضة لان الحتة العريضة دي هي اللي بيبقى فيها الحبل السوري لو حاولت اقشر من الحتة العريضة دي ممكن يكون الزغلول لسه ما اكتملش والحبل السوري يعني او سورته لسه ما اتقاملش فبالتالي ممكن الزغلول ده يموت لو انا قطعت الحبل السوري عن البيضة قبل ما هو ايه يكتمل يعني فانا ببتدي اقشر من الحتة المدببة وانا بقشر كده لو قابلني دم بوقف تماما بقف ما بعملش اي حاجة لكن طالما مش مقابلني دم انتوا هتقولولي القشرة فيها دم الدم اللي في القشرة دي ده دم ناشف لكن لو قابلني دم كده ببتدي بس اني بهدل الزغلول او بهدل ايدي يعني دم كتير بمعنى صح بوقف وبرجع الزغلول تحت الاهالي التاني هم بقى اللي يكملوا معاه تمام زي ما انتوا شايفين كده الفرق بين الزغلول الصغير والزغلول الكبير يعني شتان فعلا بين الصغير وبين الكبير طيب هنشوف دلوقتي برضو هل الاهالي هتيجي على الزغلول تنام عليه ولا لا بصوا بسم الله ما شاء الله يعني الاهالي احنا ينين وجوه على طول ناموا على الزغلول ده يا جماعة تاني يوم لا مش تاني يوم ده تالت يوم للزغلول ده تالت يوم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني الزغلول الاهالي اكلته اللبة ونامت عليه ودفته الحمد لله وتحسوا يعني بينهم فرق اي نعم بس الفرق برضو مش كبير قوي يعني الحمد لله الزغلول واكل اللبة واكل كويس جدا ما شاء الله الصورة بتاعته ملتقمة بسم الله ما شاء الله الزغلول التاني واكل برضو يعني الاهل الحمد لله حنينين واكلوا الاتنين انا كنت خايفة الصراحة يا حسن اهلي مثلا تأكل الزغلول الصغير الكبير وتهمل الزغلول الصغير لكن الحمد لله الاتنين ما اكلوهم كويس والفارقة بينهم يعني ها حاجة بسيطة تعالوا بقى اقول لكم الغلطة اللي انا عملتها واللي قدت برضو ان الموضوع ده يحصل وكان يعني المفروض ما يحصلش خالص لان انا كنت برضو من كام يوم لو انتو فاكرين او متابعين معايا عملتلكم فيديو اللي هو ازاي بتعالجوا مشكلة كابس البيضة عند الحمام وقلتلكم لما تواجه او في الصيف عامة يا جماعة المفروض قبل ما الحمام يفقس بتلات ايام بنبتدي نجيب شوية ماء وبنرش نبتدي نرشها على البيض كل يوم مرة او مرتين ولو مرة واحدة ماش تمام خلاص لكن انا للأسف الشديد يا جماعة جبت ماء او عملت الموضوع ده مرة واحدة ما عملتوش بعد كده او بعد كده الصراحة اتلهيت وما رشتش مية على البيضة تاني فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل طلع زغلول والزغلول التاني زي ما انتو شفتوه دلوقتي كنت ممكن اخسره بس الحمد لله برضو ايه قدرت ان انا الحق اا الزغلول وان انا ايه اا طلعته من قشرة البيضة يعني غير ممكن يعمل الموضوع ده ولقوا ما يتابعش فممكن يخسر زغلول فبالله عليكم تخلوا بالكم وتعمل موضوع ترشه تلاتة ايام كل يوم هترشه مرة او مرتين ولو مرة واحدة برضو على فكرة هينفع والبيضة هيترتب وحيخرج الزغلول بمنتهى السهولة ومش هتواجهه برضو ان قشرة البيض اللي هي في النص دي القشرة الرؤياء دي ان هي ممكن تلزق على الزغلول زي ما انتو شفتو لان قشرة دي لما بتلزق على الزغلول ممكن الزغلول ما بيقدرش يطلع من البيضة وبيموت بيكبس بمعنى اصح وبيموت جوه البيضة تمام? فلو رشيته ان شاء الله ان شاء الله الزغلولين هيكسروا البيضة ان شاء الله بامر الله ويطلعوا مع بعض لو هم قد بعض لو هم مش قد بعض فممكن واحد هيطلع مثلا بالليل التاني ممكن يطلع تاني يوم الصبح ده في اقصى تقدير يعني تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهار ده هيريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا اخواتكم والحبابكم والاي حد بتعارفين ان هو بيربي حمام حتى في الجروبات اللي هي على الفيسبوك على الواتساب فاي حتة بتحسوا ان حد فيها بيربي حمام لان الموضوع ده بيقابل كتير او من مربين خصوص ايام الحر الشديد اللي احنا فيها دي وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته